في ايه نورمة؟ الحاجات زي بتاخد وقت يومين ايه اللي انت عاوزاني اخلص فيهم كل ده؟ انا على بال منقل شغل الوكالة هناك ده عاوز شهر لوحده صحار مش عاوزة كلام كتير جبيلي تأشيرة سفر وبعدين نقلي الوكال على مهلك المهم اكون برا البلد زي في خلال يومين فهمه؟ حاضر بس افهم في ايه وليه سريعة كده؟ صحار بالله عليك بالله عليك مش عاوزة اسئلة اعملي اللي اقولك عليه من سكات احسن انا اللي فيه مكافي ومش بستحمل اي سؤال من حد حاضر خلاص منزقيش بكرة تأشيرة فرنسا تكون عندك والتذكارة انا هحجزها لك ولا تزعلي نفسك يا امر بس قليلي عاوزة تسافري امتى؟ على اول طيارة بعد ما تخلص التأشير ده انت مستعجلة بجد بقى؟ هو انا بتكلم انجليزية صحار بقولك حاوزة تكون على اول طيارة في باريس ايه هي كاميا؟ مش فاهمة يعني ايه اللي صعب يتفهم في كلامي؟ خلاص يا نورمة ايه دي؟ اعتبيه حصر وانت في فرنسا خلاص قفلت نورمة التليفون وقعدت تسترجع اللي حصل ودموها نزلة يا رب انا هعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي؟ حلها سياروب حلها من عندك دخلت ليلة على نورمة مالك يا نورمة في ايه؟ شكلك مش مصبوط انا ماما هتخبي على ماما حبيبتك؟ انا حس بيك ايه ألبومك؟ وليلي فيك ايه؟ حينيك مكسورة؟ حتى عملك حاجة؟ احكي لامك احكي ايه ولا ايه؟ احكي على باكم لي اللي واحد ما عرفهوش ولا عمني شفت واتدوزته كل ده تحت اسم العداد؟ احكي عن ايه؟ احكي عن حناتي اللي مفروض تكون امي التانية؟ اللي باعت واشترت فيا كأني واحدة من الشارع؟ احكي لك على ايه ولا ايه؟ اللي عليك يسيبيني في حالي انا مش عاوز اتكلم مع حد انا كرهت نفسي وكرهت المكان هنا وكرهت كل حاجة فيا سيبوني يمكن الموت يجي وياخدني ويريحني ويريحكم مني انا خلاص ببقتش عاوز حاجة عن حد كل اللي طلبه منكم اعيش في حالي لا عاوز اعرف حاجة عن حد ولا عاوز حد يعرف حاجة عني ليه يا قلبي بيبعط الشر عليكي؟ شر ايه؟ مش اكتر من الشر اللي انا فيه يا امي انا في نار جوايا محتش حاسس بي انا قلبي تكسر ونفسي تكسري ارحموني واسبوني اعيش اللي فاضل في سلام انا هكتفي بنفسي وبس حرم عليك يا بنتي اتعملش في نفسك كده وانا مش هسيبك تاني انا نزل معاك يا مصر ومين قالك ان انا هقعد في مصر يا ماما؟ انا سايبها لكم كلها كده انا مش قاعدة معايا يكون في بلد واحدة وفجأة الباب تزق ودخلت جليلة على فين العزم يا بيت ابني وامك ما جالت لكيش ان القرمة لما بتجعدش لحالها عنينا الاصول بتقولك ده مفيش واحدة عزبة بتجعد لحالها عوايدنا كده طز اه طز في عوايدكم عوايدكم ايه؟ هو قرآن المفروض امشي عليك كل شوية؟ كل شوية؟ عوايدنا قالت عوايدنا عادت وفين البناء ادمين؟ هم عاوزين ايه مش مهم؟ المهم العوايد والتقاليد والعادات والاصول لكن البناء ادم ده مش مهم مش مهم هو عاوز ايه؟ طز مالوش لازمة عندكم ان شاء الله يموت حتى المهم العوايد والتقاليد بقولك ههو جدتي طز في عوايدكم انا مش حادف النفسي بالحيا عشان خاطر العادات والتقاليد كيف هي مرة بقى سكت؟ مش حاسكت تاني وهتكلمها علي صوتي انا مش قاعدة هنا تاني مش قاعدة لكم جولي بقى انك عاوزة تمشي على حل شعرك بنت جليلت الرباية دخل فروق امي من فضلك انا مرابلي بنتي صحة وستحيل تعمل كده يعني ايه يا ولدي؟ هتهملها تعيش وحديها؟ وايه يعني؟ نورما عاشت في فرنسا اربع سنين لوحدها مش هخاف عليها الناس عا تاكل وش نعاد كيف بنته عازة بقى تقعد لحالها كده؟ يا امي كفايا بقى؟ انا كنت اضيع بنتي بسبب الناس وكلامهم وعادتهم حرام بقى بنتي هتعمل اللي هي عاوزاه ومعلش يا امي طول ما نعايش محدش حيماش كلامه عليها خرجت جليلة بدون اي كلمة قدت لليلة ربنا خلت لنا يا فاروق ايوة كده رفع فاروق عينه في عين نورما بعد ايه حاج؟ حاج؟ انا ابوكي ولا نسيتي؟ للأسف مش هنا اللي نسي انت يا حاج اللي نسيت ان انا بنتك وحبستني وعينت امي سجان علي وبعتني غصب عني يا حبيبتي ما كنتش قادر احط عيني في عينك غصب عني خلاص حصل خير من فضلكم سابوني عاوز انام عشان ورايه سفر الصبح يكون فعلمكم انا هنقل شغلي باريس يعني انت هتسيبيني وتسفري يا نورما ماما هتون عليك من عونت عليكم سنة يا ماما زمان ماما من فضلك انا عاوز انامه وتعبانة كان يوم طويل في سرية العزاوي امير قاعد بنكتر الغيس ووشه وعينه حمر بقى كده ماشي يا نورما هنشوف انا ولا انت بس وحيت حبك في قلبي ما حسيبك انت بتعتش ومش حسيبك ايه دي علي بس ده انا هطلع عليك كل ده داخلت هانم ابا يا عاد لستك جاعد ما نمتش خير يا ولدي ايه اللي تشغل بالك مفيش يوم بس خروج نورما في الوقت ده الوحدها غلط الغلط ركبنا قدام أهلها لا غلط ولا غيره عاد انت بكرة تدل عنديهم وتمضي بيت المركوب دي على تنازل عن حجها في ورس الغالي مش تبقى وش البوبة كمان وعاوزة تورس في ولدي بس ده حقه اللي ربنا قال عليه يا أمي الله في سماء ما يحصل ولا تاخد مليم من ولدي حاضر يا أمي انا هروح لها الصبح وشوف هي عاوزة ايه يعني ايه عاوزة ايه ما فهماتش انا يا أمي يا أمي الله يهديكي انت حجة بيت الله وعارفة كويس ربنا بيقول ايه انا نفسي اعرف نور ما عملتلك ايه عشان تقرهيها كده انا مش بكرهها يا ولدي بس البت ديشو كتها حامية معرفتش امشي كلمتي عليها وكمان كانت واخد اكمل خيك في حضنها وكان بينفز لها اي حاجة تعوزها معرفش ليه كان ضعيف قدامها وده كان بيدايقني جوي برضو كل ده ما يدكيش الحق في انك تقرهيها او تحرميها من شرع ربنا في مراصها اعمل اللي تعمل يا ولدي انا زهقت انا دخل نام احسن تتصبح بالخير يا ولدي تصبح على خير يا امي وفي صباح اليوم التالي دخل امير صراية الجنسي لقل كل ما تجمعها الفطار وشنط نورما كلها جاهزة على باب الصراية قلب تخطف حاس انه هيخسرها للابد سلام عليكم ام فاروق والديد الكبير يرحبوا امير ونورما في مكانها ما رفعتش حتى عنها من عطبة يا مراحب يا ولدي اتفضل الفطور تشكر يا حاج سباكتكم انا بس كنت عاوز مدام نورما في كلمتين اه طبعا يا ولدي بس انت ليه عاوزها عاد بنتنا غلطت في حاجة ابدا يا حاج بس انا كنت عاوز اسلمها ورسة من المرحوم اكمل ولازم تمضي على شوية ورق صحيح يا ولدي انت كيف تهمل مرتخوك تعاوز في عشية لوحدها مش عيبة في حاجكم ولا ايه هي دي عادات ولا ايه مش الارملة لأخي الزوج ولا ايه بس في ايه جدتي انت حتدليل علي انا جواز مش هتجوز انا سايبالكو البلد كلها وماشية قال لها امير وعلى فين العزم بقى ان شاء الله اظن دي حاجة ما تخصكش ملكش فيها اعرف بس عشان لو في شغل ما تعطل عشان قمضتك على حاجات اللي تخص اكمل اخويا الله ارحمه انا اصلا مش عاوز حاجة وهكتبلك تنازل عن كده واحنا مش بناكل حاجة حد ولا بنجبل ده على نفسنا دخل الغفير العربية اللي هتواجلي مادام نورما المطار وصلت طيب خد الشنة طلاحة وهي هتحصلك اه امير مش هتمشي غير لما تمزي على الورق احنا مش بناكل حق حد اخلص هات الورق خليني اخلص مستعجلة ومعايا مع الطيارة مسكت نورما القلم ومضت على الورق وجريت بسرعة من غير ما تسلم على حد ورجبة العربية امير عينه دمعت بفراء اعز حبيب عنده استأذن انا وقال فهانة على الفطار هو صحيح نورما مسافرة فين قال له فاروق رجع فرنسا عتشتغل في فرع في الوكالة اللي هناك رجع يعني هي كانت عايشة هناك ومعاها بصبور واخد تأشيرة قبل كده ايوة يا ابني ايه الغريب في كده اهلا يا صحر خلصت اللي طلبت منك عيب عليك انا صحر برضو اللي بتسلك في الحديد طب يا اختي وريني البصبور ويكون في علمك قدامك اسبوع بس تكوني خلصت كل الورق ونقلت الوكالة دخلت نورما المكتب تلم أوراقها وحاجتها دخلت صحر مالك يا نونو ممكن اعرف مش دي نورما اللي كانت عناها كلها شقاوة وحياة ايه لي تفاكي كده يا قلبي صحر متفتحيش في جرحة لسه حي وبينزف يمكن لما يخف اقدر احكي لكن طول ما هو بينزف سامحيني مش هقدر الله يكون فعونك يا حبيبتي شكلك تعبتي قوي بس معلش عدد شدي حيلك اه عدد عندك حق روحي بقى وخليني خلص ولما حكتي طيارتي كمان أربع ساعد وانا اتأخرت لما حتحر الدموع فعن النورما حاضر يا نونو بس هعرف يعني هعرف انا سوسو بردو نزل الدموع من النورما غصب عنها جرحها لسه في اوله وصعب يتلم بسرعة سلمت نورما علي كل صحابها في الوكالة وخرجت على المطار دخلت نورما المطار بسرعة ومتأخرة كالعادة قدمت نورما الباسبور الموظف قال لها انا اسف يا مدام حضرتك ممنوعة من السفر نعم هي مين ذا اللي ممنوعة شوف الاسم كويس من فضلك اكيد في حاجة غلط وحضرتك مش واخد بالك ايوة هو الاسم نورما فاروق الجندي حرم امير العزاوي زوج حضرتك هو اللي منعك من السفر اهدى كده وعيدك كلام تاني حرم مين انا مش متجوزة اصلا ازاي يا فنم اسينة جوازك هي قدامي وحضرتك مضي عليها زوجك منعك من السفر خطفت نورما الورق من ايده بصت فيها وبرقت جامد ايه التهريك ده اكيد في حاجة مش مصبوطة الورق ده مزور اكيد انا متجوزتش ايه هو انا مش هعرف نفسي ان كنت تجوزت ولا متجوزتش وصراحت فجأة في الاشباك امير قال لها وقتها اتفضلي امزع الورق احنا مش بناكوا الحق حد اخلصات الورق انا مستعجلة ومعايا معا طيار مش هيستنى طيب امزي هنا وهنا وهنا وشكرا انت قلتي مسافرة فين حاجة متخصكش وثابته ومشيت اشتركوا في القناة